يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن الكبير كابتن إهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب المصري خلفا للبرتغالي كلوس كيروش تفاصيل هذا التعيين للكابتن إهاب جلال أقول حضراتكم بعد كده وبعد كده أقول لكم بعض الأراء اللي سمعتها النهاردة وبعض الأراء اللي ممكن يترد عليها بقى يعني مناقشات كده فيما يخص تعيين المدير الفني الجديد لمنتخب مصري بداية كده أي مدير فني يعيين لمنتخب مصري بيبقى عليه حالة جدل وناس تقول آه وناس تقول لأ ده طبيعي في أي منتخب في العالم فمنطقة جدا حلالة حصلت النهاردة ناس موافقة جدا وناس معترضة جدا وإن شاء الله ربنا يوفق الكابتن إهاب جلال النهاردة في اجتماع اتحاد الكرة كان فيه أراءة بتبينة أغلبية أعضاء اتحاد الكرة كان رأيهم أن المدير الفني الجديد لمنتخب مصري يكون مدير فني مصري مدير فني وطني كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات كانوا عايزين مدير فني أجنبي كان ما يليهم شوية أستاذ خالد الدرندري والباقي كان عايز مدير فني مصري الاتفاق يمكن بأغلبية الأعضاء بما أنهم اتفقوا على مدير فني مصري كان على اسم كابتن إهاب جلال عدوة أو اتنين كانوا رأيهم أسماء أخرى ربما كابتن حسام حسن ربما كابتن حسن شحاته يعني كان المنقشات على كل الأسماء المصرية أو الوطنية المتاحة اللي ممكن تبقى مدير فني لمنتخب مصر والأغلبية اتفقت على الكابتن إهاب جلال كابتن إهاب جلال الاتفاق هيكون عقد لمدة سنتين المقابل المالي هيبقى حوالي 770 ألف جنيه مصري شهريا ده الراتب بتاع الكابتن إهاب جلال وهو راتب أقل من اللي كان بيتقضاه كابتن حسام البدري المدير فني الأسبق لمنتخب مصر طيب الحكاية إيه بقى في الكابتن إهاب جلال ليه بعض الناس النهاردة اعترضت هقول لكم في ناس أو في مجموعة من ناس قالت ان الكابتن إهاب جلال مدرب ما لوش إنجازات ما عندوش في السيفي بتاعه أو بطولات بس ما هو برضو نفس الناس دي اللي قالت كده هي رأيها ان الكابتن حسن حسن كان وال兩ين كبار كابتن حسن حسن وكابتن إهاب جلال وكابتن حسن 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 وكل przypال طرحة ديها هي أسماء كبيرة وتقدر تدرب منتخب مصر في رأي آخر يقول لك الكابتن أعاب جلال ما عندوش أو هو الرأي ده الرأي اللي قدامه يقول لك أوه أنت شايف أن الكابتن أعاب جلال ما عندوش إنجازات بس ما هو كابتن حسام حسن كمان على مستوى البطولات ما عندوش إنجازات ماشي أدي واحدة وهل أصلا الإنجازات هي السبيل الوحيد اللي تخليك تضم مدرب من وجوزه أعظم مدير فني أجنب جيف في القرى المصرية مع النادي الأهلي ما كانش عنده إنجازات كبيرة قبل ما يجي النادي الأهلي مثلاً مثلاً يعني مدربين كتير يعني ما كانش عندهم إنجازات ولما اشتغلوا بقى عندهم إنجازات بلاش بلاش منور جوزه بلاش كابتن حسن شحاتة صاحب الإنجازات التاريخية والأرقام القاسية في تاريخ منتخب مصر لما جيه منتخب مصر ما كانش عنده إنجازات عديدة هو إنجاز فقط مع فرين المقنون العرب وهو من الدرجة التانية وكان بعض الناس أو كثير من الناس تنتقد كثيراً الكابتن حسن شحاتة على رأس الجهاز الفني منتخب مصر في أول توليه المهمة قال لك ليه الكابتن حسن شحاتة؟ ما عندهش خبرات كبيرة مع فرق كبيرة ما كانش تضرب أهلي ولا زمالك ولا فرق كبيرة ولا ضرب منتخب يعني ما كانش تضرب طبعاً كان منتخب الشباب بس ما كانش فيه سبي كبير للكابتن حسن شحاتة ولغم كده عمل أعظم إنجازات في تاريخ الكرة المصرية طيب حط ديه على جنب حط ديه على جنب عشان لما تيجي تختار مدير فني لما تيجي تختار مدير فني ما بتختارش بس على حسب الإنجازات أنت بتختار على الرؤية الرؤية رؤيتك إيه للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر يطلع جيل جديد لمنتخب مصر طلع العيبة شباب أو أسماء جديدة لمنتخب مصر شايفه يقدر يكمل لفترة طويلة مع منتخب مصر ويحقق إنجازات ويبني منتخب يقدر ينافس على كأس الأفريقية ويوسط لكأس العالم مدير فني يقدر يتداخل في تفاصيل لا علاقة بمنظومة الكرة في مصر دي كلها أفكار وحاجات بتيجي في دماغ أو صاحب القرار في اتحاد الكرة المصري طيب دي نقطة نقطة المهمة هل بقى اتحاد الكرة المصري في خلال 48 ساعة بعد قرار رحيل كالوس كيلوش عن منتخب مصر برغبته لحق بالسرعة يحط المعايير اللي يختار بها المدير الفني الجديد هو ده اللي يفرق معايا أنا ما يفرقش معايا كلا لكم بصراحة شديد أنا ما يفرقش معايا اسم المدير الفني لمنتخب مصر احنا جمنا اسماء كبيرة وعظيمة وجمنا اسماء مش كبيرة وعظيمة واللي اتنين ما نجحوش أو غالبا ما نجحوش مع منتخب مصر فهي الكصة وبقى كدلك الكصة مش اسم المدرب هو الكصة في منظومة الكورة في مصر مش منظومة منتخب مصر احنا طول الوقت مستنيين الصدفة مستنيين الحالة الاستثنائية زي اللي حصلت من 2006 و2010 وبس كانت حالة استثنائية 4 سنين من 2006 ل2010 كانت حالة استثنائية في تاريخ منتخب مصر متصورين انه الحالة الاستثنائية دي ممكن تتكرر كل شوية لا حالة استثنائية معناها ايه؟ معناها ان انت بتضرب بالمنطق بعرض الحقات يعني اي منطق في الكورة انت بتدوس عليه وتقول انها هقدر انجح وهقدر اكسب منتخب مصر من 2006 و2010 لعب محترفين ولعب منتخبات كبيرة وحقق انجازات استثنائية في تاريخ القارة الافريقية العامة كل حاجة بس هم 4 سنين جيلي استثنائي وتاريخي وكان ممكن ما تكررش قبل كده اوه فعلا ما تكررش قبل كده ولا بعد كده فما نفتكرش انها هتفضل معنا صدفة يعني نقول ايه نجيب الكابتن قاب جهل وان شاء الله يبقى زي الكابتن حسن شحاته هو الكابتن حسن شحاته الواحده الاسم الكبير العظيم ده وقتها وبالمناسبة كابتن حسن شحاته في 2006 كسب كاس الأهم الافريقية في المباراة نهاية بدربات الترجيح لو كان خسرك كابتن حسن شحاته هذه البطولة ما كانش هيكمل مع منتخب مصر وبالتالي المشروع ما كانش هينجح 2008 و2010 لو التوفيق ما كانش معنا الحمد لله في 2006 وقتها فهيه الفكرة منظومة طيب المنظومة دي عشان كابتن ايه اب جلال او اي اسم لمنتخب مصر عشان ما نخشش الخلاف اللي هو ايه لا اصلا كان ايه اب جلال احسن اصلا كنا جيبنا مداري بقى جنابي احسن اصلا طب فلان مصري يبقى احسن هنفضل نلف في نفس الدائرة ونفضل نتخاني ونقول مين اللي احسن ومين اللي اوحش هالك السا مش كده طيب كابتن ايه اب جلجي ما اكره اسم كبير وتاريخي في الكرة العالمية تمام ما الراجل جيه لقى منتخب ما عندوش باكرايت جيه لقى منتخب ما عندوش غير باكليفت واحد جيه لقى منتخب ما عندوش غير مهاجم جيه لقى منتخب عندو مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع عندو عناصر نقصة منتخب مصر عندو عناصر نقصة في ملاكس اساسية مش موجودة في الكرة المصرية كلها تمام دي منظومة هو هيعمل ايه بالمراكة مش بدينه مبرات يعني بس احنا لازم دلوقتي بكرة اتحاد الكرة يقول مع تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنية المنتخب مصر هذه القرارات لإصلاح منظومة كرة القدم المصرية مثلا مثلا تقليل عدد الفرق في الدوري الممتاز عشان نضمن منافسة اكبر وكواليتي لعبين اكبر واحد اتنين تطوير صحيح وبقواعد منظمة لكل قطاعات الناشئين في الاندية عشان نضمن ان يطلع لنا ناشئ كويس يسد الملاكس النقصة اللي بنشوفها في منتخب مصر اتنين ومايبقاش فيه وصايد طبعا فيه قطاع الناشئين المدرم مايجيبش من عمه ومن اخته ويسيب لعب كفء ومميز جاي من الاقاليم عشان ياخد حد من اقاربه ومثلا وده بيحصل بالمناسبة بشكل واضح وكلنا عارفين ده نيجي نتكلم عن الملاعب ارضية الملاعب اللي اللعب بتلعب الليها كرة اللي هي حاجة اساسية في كرات القدم الملعب نفسه نضمن ان في ملاعب جيدة بيحصل لها تطوير بشكل جيد عشان نضمن ان الكرة نفسها اللعبة نفسها تلعب بشكل جيد ده تطوير هل بقى اتحاد الكرة هيوفر للموديل الفني ده كابتن اهاب جلال او غير الكابتن اهاب جلال كل التفاصيل دي عشان ساعتها نقدر نحاسبه هو او غيره ولا لأ دي نقطة مهمة نقطة الاهم الاهم جدا احنا عايشين حالة من حالة اللي هو ايه الانتقاد والهجوم طول الوقت يا كالوس كروش هيوصل النهائي مش هيوصل النهائي هيهاجم وهينتقد كابتن حسن شاعته انا من الناس اللي عاشت الجيل اللي كان الكابتن محمود الجهري في المدرجات الجماهير بتقوله ارحل يا جهري وبعد ما بيجي مدرب تاني جديد لمنتخم مصر بعدها بكم اسبوع نفس الجماهير بتقول فينك يا جهري الحقنا يا جهري الحقنا يا جهري نفس الجماهير شفت وانا من كام بقى من سنين بنعيش نفس اللفة دي السؤال هل اتحاد الكورة يقدر يحمي الكابتن اهاب جلال اخد بالك الكابتن اهاب جلال لا اهلاوي ولا زمالكاوي يعني ما عنده زهير جماهيري اهلاوي ولا زهير جماهيري زمالكاوي وبالتالي هو في تحدي الراجل ينتقد ويهاجم من مجرد الاعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر هل اتحاد الكورة هيقدر يحمي الفترة اللي جاية ولا لا ما هو ممكن يتعادل مطش ممكن يخسر مطش بي